فضل تظاهرات ثورة تشرين العراقية بأي ثمن كان هو ما تسعى له ميليشيات الأحزاب الفاسدة ولا شيء أهم من ذلك بالنسبة لها عراق مفصل على مقاس إيران هو ما ترى فيه أحزاب السلطة الملاذة الآمنة لها ولمصالحها وما غنمت من مكاسب سياسية وعسكرية طيلة السنوات السابقة أحدث هذه المكاسب هو ما قد تستغله ميليشيات الأحزاب ضد تظاهرات ثورة تشرين والحديث هنا عن مقتل سليماني وذراعه الأيمن في العراق أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد السابق فبحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية فإن مقتل سليماني شكل منعطفا قد تستغله الميليشيات وبن ورائها إيران لتوسيع قاعدة نفوذها السياسي من جهة والانتقام من المتظاهرين من جهة أخرى مستغلة بذلك محاولات وصمهم من قبل موالين للأحزاب بعملاء السفارات الأجنبية وتحديدا الأمريكية محاولات استثمار قتل سليماني قد تكون فرصة استثنائية بالنسبة للأحزاب لفضل التظاهرات التي شكلت أكبر تحدي لنفوذ إيران في العراق منذ انتفاضة عام 2013 في المحافظات المنكوبة حيث رفع المتظاهرون شعارات أكدوا فيها أن كبار السياسيين هم مجرد موظفين عند إيران وقد يكون مقتل سليماني قد أتاح فرصة لتمكين تحشيد حركة مضادة للتظاهرات على أمل إعادة العراق إلى المضلة الإيرانية وتعزيز موقف الكتل السياسية التي فقدت شرعيتها شعبيا فالغارة الجوية الأمريكية التي قتلت سليماني ربما أعطت فرصة للأحزاب في العراق لم يكن الجنرال الإيراني قادرا على توفيرها بحملات قمعية أشرف عليها بنفسه ترجمة نانسي قنقر